السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على سيدنا الحبيب المصطفى محمد اهلا بكل متابعيني النهاردة انا جاي لكم بقى بفكرة كده حلوة تستهل اللايك من ايديكم بتمنى تحطه لي كده في الاول علشان خطر الفيديو يترفع واللي لسه داخل الاول مرة بيتي المتوضع ده يشترك عندي علشان يكبر بيكم انا الوقت انا بحدد معايا الفكرة الاول ده جردل دهان وانا بهاعمل منه الفكرة بتاعت النهاردة ان شاء الله هتعجبكم جميلة جدا اه انا عملت الورقة ديت وبعدين بحدد بيها علشان خطر الحجم كليته يطلع نفس المقاس عشان الجزء اللي تحت ده اللي انا هقصه وهعمل برضو منها خطين في الجنبين كده هقصهم معاه بحيث ان هما يبقوا الايدين ده انا بعلم بحيث ان هو يكون نص الجردل بالضبط من هنا ومن هنا عشان اخد ايه الخطين اللي انا هعملهم في الجنبين ده وبحيث ان هما يبقوا ايه الايدين اللي انا هعملها دي اللي هقصهم برضو مع الجزء اللي تحت كده في الجردل طبعا انا قصتهم بالقطر لان ما نفعش المقاس خالص وممكن تسخاني سكينة وتقصيها بيه بس انا حبيت ان هو يكون يعني ايه فيه نظافة شويه لانه سكينة بتعمل لون اسود لو عملت بسكينة بعد كده ممكن تشيل اللون الاسود ده بسنفارة طبعا هي كده المقاس مكانش هيكون مكافي فانا قطعت حتة برضو من الجردل ووصلتها بيه بحيث ان هي تطلع كده زي الصينية اللي لها ايد او او منظم او السلة مثلا ده طلع ايه معي طلع طحفة بجد في الاخر انا هلزق كده اللي اتنين فبعد انا عملتها بسلك ربطتها ببعضها بسلك يعني خرمت خرم كده واخرمين من الجنبين وبعدين شبكت فيها السلك زي ما انتم شايفين كده زي ما حضراتكم شايفين من الجنب ده والجنب ده بحيث ان هي تكون قوية معي لما اشتلها في ايدي ما تتقطعش لاني لو لزقت بشامعة او حاجة تانية ممكن يفوك مني اظن هي كده واضحة معاكم طبعا بقى انا هعمل عليها الشغل بتاعي بعد كده هدهنها بدهان لون فودي وبعد كده هشتغل عليها حاجات تانية ان شاء الله هتعجبكم جدا طبعا علشان لون الجرد الواضح فانا بحط عليها مرة واثنين بحيث ان انا كن خلاص اللون ايه 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 سبت معايا ما هيكونش واضح اول لتاحتي بعدين الشغل اللي انا بعمله عليها بعد كده برضو بيداري كل حاجة يعني انا بحط اللون ده يعني ايه بقى اساس بحيث انه ما يتبينش قوي الديهان اللي موجود على الجردل يا رب الفكرة بقى تعجبكم وتحطوا لي كده اللايك الحلوة بتاعكم ده علشان هي تترفع واللي لسه اول مرة يدخل عندي في القناة يا رب كده ايه يصلح حالك ده ويشترك عندي اه كده انا دهنتها كلها اه بره وجوه انا بادهنها بره وجوه ده ده انا مش هعمل عليه شغل تاني ده هيفضل على اللون اللي هو الرصاص الفضي ده على فكرة انتو ممكن تجوبوا مراية اه نفس الحجم ده بالزبط وتحطها في ارضية السلة دي بتبقى شكلها حلوة اوه برضو لان دهت هي انا بحطها عالتسريحة بعد كده بحط فيها زي زيوت الشعر او المكياجات او الحاجات اللي بتبقى موجودة عالتسريحة بحيث ان هي تنظمها لشويه ده شروط استراتس وبعدين انا بزقته على الايد اه هو كده بيداريلي كمان الاماكن اللي انا عاملة فيها موصلها ببعض ديت بالسلك مش بيبان خالص بقى بعد كده على فكرة انتو ممكن تلزقها عليها استراتس كلها وهتبقى شكلها حلو برضو يعني الخطوات اللي جاية بعد كده لو مش هتقدر تعمليها ممكن تلزقها عليها استراتس برضو بنفس الفكرة او ممكن تعملي قماش انت حابة تعملي برضو يبقى جميل لو عندك قماش شكله حلو ممكن تعملي بيه او اللازق اللي بيتحط على اللي يتغلف به الحاجات دي بيجي لازق كده بيتغلف به بس انا بحب الصراحة موضوع الازاز المكسر ده والمرايات المكسرة بحبها جدا فحبت اعملها بيه بحيس انها تكون احلى طبعا انا بحط الغرة وبلازق عليها حاولوا تخلو الغرة تقيلة شوية علشان يمسك فيها اكتر ما ينزلش من نقر لان كده هي مش مسطحة يعني مش هبتيجي تحطيها تبقى مسطحة فما يقعش منها لا ده هي كده بتحطيها فممكن بينزل منها لان هي بتبقى قعدة بطرقة مستقيمة فحاولي تخلي الغرة متقيلة يعني مش خفيفة زي كل مرة كل مرة بيشتغل على الكرتون مثلا بيبقى الغرة خفيفة شوي اه اما ده ها اخليتها حاولت اخليها تقيلة بحيس ان هي ايه يثبت عليها الازاز ما يقعش ولو مش هتعرف تعملها بالطرقة دي ممكن تعملي بشامع يعني تماشي المسدس كده على بتاع الجردل بحيس ان هو تفريدي بالشامع وبعدين تحط بسرعة الازاز فهيلزق معاه بسرعة مش هيقع منك يعني بتفريدي كمية الاول بس بس ده يكون شغلة سريع بقى هي كده بقى انا هسيبها تنشف وبعدين نرجع ايه اه نشوفها تاني يعني انا لما هي نشفت اه شوفت ان كان في حاجات واقعت من عليه وبعدين كملتها تاني عادي ده ازاز مكسر وعليه جليتر لون وفضي هي كده انا شفت معايا اهي ممكن تقول لها يوم او اكتر على مال ما تنشف وبتكملي لو في حاجة الفضياء معاك ممكن تركملها تاني اه ده معايا ورد صغير كده انا برضو كنت ادحن عليه لون فضي واه وحطه على الايد وعلى الجوانب كمان يعني الخطوة دي ممكن ما نعملها شي اه هي جيت معايا كده بقى مش عارفة انا افورتي فيها قوي ولا هي كده حلوة مش عارفة اقولولي انتو بقى في التعليقات يعني ببقى اخد برأي اللي حوالي كمان في البيت ولما بكون محترق باخد برأيهم فانتو قلولي كده ازا كده طلعت حلوة في الاخر مع شويات الورد الاخرى دول ولا لأ لان انا حطيت على الجنوب اه ممكن ما تحطوش بقى لان اه لو انتو مش حابين ما تحطوش فاحنا حطناه وبعدين مش عارف ازا كان هو حالو مش حالو اقولولي انتو بقى لو مش حالو انا هشيله تاني ده كنت بعد ما خلصته خلاص فباخد برأي بنتي فقالت لي عادية ماما حطيه فحطيته فمش عارفة بقى ازا كان طلع حلوة لا لا بجد هي طلع حلوة قوي وبعد عن الاضاقة بيتبقى ما شاء الله بينا برضو كويسة يعني مش عارفة ان الاضاقة بتاعت التليفون عندي مش مظبوطة ليه حاسة ان هي مش بتبين دي كل الالوان ما اه واضحة يعني او هو علشان بطن برضو اللامع ده بي بيعمل في الاضاقة بتاعت التليفون ممكن يكون علشان كده يقوله ما شاء الله كلها بتلمع في بعضها زي الجواهر عشان كده انا بحب اقول المرايات المكسرة دي بتحسسني كأنها جواهر كده وكريستالات طلعة بجد جميلة جميلة يعني دي تنفع بقى لعروسة ما شاء الله اهي تحفة تحفة تنفع كمان في جهاز عروسة ما شاء الله حلو حلو قولولي يبقى موضوع الورد اللي احنا زودنا في الاخر ده حلو ولا لا اه طبعا بحط فيها زيوت بقى برفنات اه اللي موجودة عالتسريحة بنحطه اه بحيث انا عايزة هتبقى لما كل حاجة اللي ولادي بقى عارفين مكانها على طول في ساعات بيضيعوها في اي مكان وبعدين يدوروا فين يا ماما فين كده فحطتهم لهم كلهم فيها يا رب تعجبكم فكرتي وتحطوا لي بقى ليك ده واشتراك حلو من ايديكم تحفة ما شاء الله غيرت مكانها يعني وبس انا حطتها في الاخر في عالتسريحة في قوضة النوم الحاجات اللي جنبها دي برضو لايقا معها قوي علشان خاطر هي نفس الشغل كل الحاجات دي برضو انا اللي عاملها معكم قبل كده يا رب تعجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة